اشتركوا في القناة ومعظم مراكز البيانات الخاصة بالحكومة بحلول منتصف العام القادم وأكد الرميحي على هامش أعمال قمة أمازون ويب سيرفيسز أن تطبيق المؤسسات الحكومية والخاصة للحوسبة السحابية عمل على تخفيض مصروفات تلك المؤسسات بنسبة بلغت 60% بالمقارنة مع الحلول السابقة وأضاف الرميحي أن المعلومات هي النفط الجديد فهي بمثابة الوقود الذي يحتاجه الجميع ويمتلكه بشكل فعال ليساعده على اتخاذ قرارات عملية ومصيرية ترتبط بدقة المعلومات ومدى توفرها أكد عدد من أصحاب الشركات الناشئة المشاركين في أعمال قمة أمازون ويب سيرفيسز على استفادتهم من الجلسات التعليمية والتدريبية التي قدمتها شركة أمازون في تقنيات الحوسبة السحابية المبتكرة وأشاروا إلى أن هذه الجلسات ستساهم في النهوض بالشركات الناشئة والشركات الكبرى والاستفادة من تقنيات الحوسبة السحابية المتقدمة لتشغيل التطبيقات وتقديم خدمة أفضل للعملاء وذلك بزمن استجابة عالي السرعة ما يعزز التوجهات الحالية نحو تبني الذكاء الصناعي وتحليل البيانات مستغرب على مملكة البحرين احتضانها مثل هذه الفعاليات العالمية الكبرى أعتقد بأن هذه تأتي في وقت جدا مناسب مع بداية العام الدراسي الجديد ومع توجه الشباب الآن نحو تقنية المعلومات وأخذا بستراتيجية مملكة البحرين 2030 التي تركز على أهمية تقنية وخاصة تقنية في القطاع التقني وفي الشؤون المالية يجب الأخذ بأبجديات هذا القطاع وكيفية الاستفادة منه بطريقة جدا إيجابية طبعا أنا من أشد المتابعين إلى أنشطة أمازون بشتى أنواعها يعني صار لأكثر من سنتين وأنا أتابعهم وأحضر جميع الفعاليات اللي يقيمونها بحكم أن الأمازون أولا لهم ريجونال داتا سنتر في البحرين وفي نفس الوقت الخدمات اللي يقدمونها إلى الناس التكنيكل يعني من حيث توفير الوقت من حيث توفير التكاليف نحن نشتغل معي دبرياس من حوالي عشر سنوات وجود الشركة بالبحرين أو بالخليج بشكل عام أو بالبحرين بشكل خاص مثمر جدا ويخدمنا بشكل مباشر في السعودية نحن شركتين وفن نقدم خدمات في الاتصالات وتقنية المعلومات خدمات مثل الأسامس للبنوك والقطاع العام جهات حكومية مختلفة نحن موجودين بالبحرين وموجودين بالدول الخليج كلها موجودين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين فقد تراجع مؤشر البحرين العام بنسبة 0.72% مقفلا عند مستوى 1524 نقطة وذلك عائد لخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 5.393.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1.090.000 دينار تم تنفيذها من خلال 2.90 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالي السعودية التي أغلقت عند مستوى 7827 نقطة بارتفاعا بلغت نسبته 1% وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 5160 نقطة بارتفاعا بلغت نسبته 1.71% لتكون الرابحة الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم أما سوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 2878 نقطة بارتفاعا بلغت نسبته 0.29% قال مركز دبي المالي العالمي أن أكثر من 100 شركة متخصصة بالتكنولوجيا المالية انضمت إلى قاعدة عملائه من الشركات المسجلة وتعكس هذه الأرقام تسجيل نمو قوي بنحو ثلاثة أضعاف في عدد شركات التكنولوجيا المالية المسجلة في المركز المالي منذ نهاية عام 2018 وقال عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي أن هذا الارتفاع الكبير يسلط الضوء على الجهود المستمرة لتحويل منظومة شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وينسجم ذلك مع الالتزام بترسيخ مكانة دبي كواحدة من أفضل عشرة مراكز في العالم لقطاع التكنولوجيا المالية أكد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية أهمية تعزيز قدرات المصارف المركزية في دعم الاستقرار المالي وتطوير إدارة المخاطر بما يتماشى مع المستجدات في القطاع المالي والمصرفي وجاء ذلك في بيان ختامي لاجتماع الدورة الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في القاهرة وأشار البيان إلى الأهمية المتزايدة لمواضيع حوكمة المصارف المركزية في ضوء التطورات المتسارعة والتوسع في مسؤوليات المصارف المركزية مرحبا بتوصيات دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي حول حوكمة المصارف المركزية النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل دخول خمسون ألف عامل تابعين لاتحاد عمال السيارات في الولايات المتحدة في إضراب عام في مصانع جنرال موتورز توصل الأسعار في أسواق تركيا ارتفاعها حيث تجاوزت الزيادة السنوية في أسعار السلع الغذائية التي تشكل ثلثة نفقات نحو 20% من أفقر فئات المجتمع نسبة 50% وارتفعت أسعار السلع الغذائية خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 1.54% مقارنة بشهر يوليو السابق له وارتفعت نسبة الزيادة خلال ثمانية أشهر إلى 30.1% في حين ارتفعت نسبة الزيادة السنوية الأخيرة إلى 54.4% وتشهد تركيا منذ أغسطس 2018 أزمة اقتصادية حادة نتيجة انهيار سعر صرف الليرة التركية التي فقدت 30% من قيمتها انتقد الرئيس الأمريكي مجدداً معدلات الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة مطالباً بك الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة وإجراء تدابير تحفيزية وقال دونالد ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن أسعار المنتجين في الصين انكمشت بأكبر وطيرة في ثلاث سنوات نتيجة التخفيض الكبير في قيمة اليوان والتحفيزات النقدية وأضاف ترامب أنه لا يوجد تضخم ومعدلات الفائدة مرتفعة وأن الولايات المتحدة تدفع معدل فائدة أعلى من الدول الأخرى بسبب بنك الاحتياطي الفيدرالي سجل نمو الانتاج الصناعي الصيني أدنى مستوياته منذ أكثر من 17 عاماً وسط ضعف عام لجميع المؤشرات الاقتصادية بتأثير تداعيات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وضعف الطلب الداخلي ونمى الانتاج الصناعي الصيني بنسبة 4.4% في أغسطس وكذلك سجلت مبيعات التجزئة نمواً ب7.5% في أغسطس ليأتي دون التوقعات البالغة 7.9% ويتوقع المحللون أن يقوم البنك المركزي الصيني بخفض أسعار الفائدة خلال الأسبوع الحالي في محاولة لدعم النمو والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية دخل اليوم 49 ألف عامل تابعين لاتحاد عمال السيارات في الولايات المتحدة في إضراب عام في مصانع جنرال موتورز بعد أن فشلت الشركة في التوصل لاتفاق بشأن الإجور والإضراب الذي بدأ اليوم الأثنين هو الأول منذ عام 2007 حيث أغلق العمال 33 مصنعاً في تسع ولايات أمريكية إلى جانبي 22 مستودع لتوزيع أجزاء السيارات ومن جانبه صرح تيري دايتس نائب رئيس اتحاد عمال السيارات بأن الإضراب هو الملاذ الأخير لكنهم في حاجة إليه لأن كل الجانبين بعيدين في المفاوضات المتعلقة بعقد جديد مدته أربع سنوات